السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكو اصحابي عملي ايه? انا احمد شيتو. النهاردة ان شاء الله هتلع اتكلم معكم او اواريك ازاي تعرض شاشة التليفون بتاعك. سواء اندرويد او ايفون ازاي تعرضها على الكمبيوتر بتاعك. سواء برضك وندوز عشرة او وندوز حداشرة. بس المميز في الموضوع ده ان انت مش هتستخدم اي برامج خارجية خالص. لا يا جماعة الوندوز نفسه فيه اصلا دي او فيه الميزة دي. فالنهاردة هنشوف ما بعد ازاي نرى شاشة التليفون على الكمبيوتر بدون اي برامج خالص. فده وندوز الحالة الان شاء الله. بس كالعادة لو استفدت مني حاجة ما تبخش عليا بالدعم المعنوي اللي هو عبارة على اللايك. كومنت جميع ازاي كده اشترك في القناة وانت مش مشترك. بعد زر الجرس. ويلا بينا يا شباب. اه طب يا جماعة رجعنا طوله بعد الانترو. كالعادة نخش عطول في موضوع الحلقة. طيب اول شرح كده او الشرح الاوائده هيبقى على وندوز عشرة. انا عندي هنا لابتوب عليه وندوز عشرة. فالشرح هيبقى عليه بعد كده على وندوز حداشة. طيب انت لو عندك وندوز عشرة هتيجي تعمل ايه? هتيجي عندك هنا كده في السيرش. وتقوله هنا كده. انا بس بي ار او جي. هتلاح زر عندك هنا هو اللي هو اضغط عليها. هتلاقيه فتح معك الصفحة دي. هتيجي هنا كده في اول اختيار وخليه. زي ما هو انا عامله هنا كده. لو هو اي حاجة من الحاجات دي. لا خليه. والتاني ده خلينا ده هنا بيقول لك اللي هو يعني كل شوية ما تيجي تعمل يعني تردي التليفون بتاعك بالكمبيوتر. اه اجيب لك الشاشة دي او كده فانت بتقول لك هي اول مرة بس وخلاص. وهنا عايز مسلا يقول لك ان انت عايز تعمل بسورد او حاجة اللي هو يعني كود او كده. فقول لك خليها ما تحطش ايه كود ولا حاجة. طيب هنا كده خلاص خلصنا من الكمبيوتر. نيجي بقى على الموبايل. طيب هتجي هنا بقى عندك هو على التليفون. انت ما تنزل كده باللي هو استطارة اللي فوق ده او الشيط بتاع الاشرارات اللي فوق ده هنا كده. هتلاقي عندك هنا انا عندي بالنسبة لي في سامسونج عندي هنا اسمها هنا هو سمارت فيو. طبعا هي بتختلف بقى من كل شركة التانية. انت مثل معاك هواوي معاك بقى سامسونج ومعاك شاومي اي ان كان يعني. فممكن تلاقيها بقى سامسونج بقى او سكريم ميرور او كده. عامة في سامسونج بيبقى اسمها سمارت فيو. هتضغط عليها هنا كده. او لو ناخد بالنا هنا اسم الجهاز هولا هو ديسك توب اللي هو تمانية جي ار بي ار بي ار بي ال ده. ده برضو نفس اه هنا وهو. يا جماعة ده برضو نفس اللي موجود عندي هنا هو على اللابتوب. فهاجي هنا كده وهضغط عليه. هيبدأ يعمل الكونيكشن. او هنا هي الكمبيوتر بقى هنا جاي بيقول ان الجهاز عايز يعمل اتصال معاك فانا هقول له او لو ناخد بالنا خلاص يا جماعة شاشة التليفون هاي بقت معودة عندنا على اللابتوب وتقدر بقى تحركها هتتحكم فيها اسواء من الكمبيوتر او من على الموبايل اي حركة انت هتنفذها على الموبايل هتسمع معاك على اللابتوب. طيب ده كده كان بنسبة لي ونزو عشرة. هنحطر بقى على ونزو حداشر لان في كده تركيز زيادة او في خطوة زيادة لازم من هنا في ونزو حداشر فتابع معايا الشرح. طيب يا معلم هنا بقى بالنسبة لونزو حداشر كل عليك هتعمله ايه هتجي تفتح كده الستارت وتخش بعد كده عندك على الضبط او يعني تخش بعد كده عندك هنا على وهتنزل تحت على الاختيار ده اللي هو او اضغط عليه هتجي بعد كده على اضغط عليها هنا كده وهتجي هنا عندك في البحث واعمل بس دابلو اي ار اللي هي بس تخسار كيمة يعني هتلاقي هنا هتزالك الحاجة دي هتعلم على علامة الصح هنا كده وتقول هنا هو هيبدأ هنا يعمل لها زي كده هتاخد بس وقت شوية اول مرة او هي مش تعمل غير مرة واحدة اصلا يعني هتاخد بس وقت شوية فانا يعني هجسرع الفيديو كده او هاوصل حتة دي وارجع لكم لما تخلص. قبضا عشر فين كده خلاص هو عمل له هنا زي ما توقع بس هيخدت شوية وقتين بتاع خمس زائق او حيزة كده المهم عمل خلاص ولو جينات تحت هنا هاللي ايه زهر معانا هنا زهر هنا ايه. طيب الخطر بقى هتعمل بقى ايه في دي خالص. هديجي عندك هنا كده على السيرش وهتقول هنا كده بي ار او جي اللي هو يعني اخسر كيمي برجكشن برضوك سيتنج اغط عليها هنا كده هللي هزهر لك هنا هو هت هنا بدلا نقول دي هتقول هناك اضغط عليها وهنا هقول له برضو كولست طايم وهنا زي ما هي كده عادي خالص. طيب بعد ما عملنا الحاجات دي بقى لازم كده في خطوة زيدي هنعملها فون ساعتاشر هنا هديجي عندك هنا في السيرش كده وتقول له هنا هتلاقي عندك حاجة اسمها اضغط عليها هيجي لك الشاش الزرق دي كده لما تجي لك هنا بقى كده هتيجي هنا عندك على التليفون التليفون بتاعنا هوت ونفس الكلام برضو انزل بقى بشري شراط اللي فوق كده هتيجي برضو هنا عندك على سمارت فيو اضغط عليها وهنستانا كده هيعمل البحث اهو او سيرش اه لان اخب بالنا كلمة شيتو ظهرت ايه ده اسم اللي هو الجهاز بتاعي شيتو اضغط عليها ان هو بيقول لي ان انت عايز يعني تخلي شاشة التليفون بتاعك تقعد على الكمبيوتر وكده فهقول له اه اصطرت ناو هاوزها شايفين يا جماعة تقعدت معنا هنا على الكمبيوتر هوت بكل بساطة ممكن مش عاربة نصغر دي كمان لا بس لو صغرناها هتصغر معنا هنا كده يعني ممكن نخلها هنا كده او ممكن طبعا تكبرها بقى براحتك وتعمل بقى اي شرحات انت عايزها يعني براحتك طيب في حاجة بس لازم تاخدوا بالكم منها ان انا في اول شرحة الخالص بتاع الفيديو اللي وكان على منذ عشرة انا كنت اعمله على لابتوب في عنا عندي باللابدوب ده اللي هو يعني واي فاي او اللي هو يعني الكتعة او الشريحة بتاعت الواي فاي على الكمبيوتر حين برضوك انا عندي دونجل من تيبا الانNET LEW بتاع او او بتاع واي فاي فانت لازم يكون عندك الكتعة الواي فاي دي دي عشان تقدر القيامل لتطريقة ذي هي اتي على فباش يبدأ tutte الشرحة النهاردة لو عجبك الحلقة ما بخيرش على بلايك كومنت جميع زيك كده اشترك في القناة مش مشاكفة اشترك في الزر الجرس وبس كده يا شباب سلام